موضوع كريستيانو رونالدو طول جدا تفاصيله وكتير الأقويل الصحفية كتير دعا ده رونالدو أن يخش شمال في الصحفيين ويخش شمال في الأكاذيب زي ما وصفها بناء على رأيه الشخصي في المسألة البداية كانت تعاملة إيه؟ البداية كانت أنه الراجل ساب منشستر يونيتد ساب فترة التحضيرات بحجة أنه عنده بعض المشاكل العائلية اللي كانت موجودة في البرتغال عاد كريستيانو من جديد إلى منشستر لكن في الفترة دي كانت التصرحات كتير جدا حوالين بعض الفرق المهتمة بكريستيانو رونالدو الأول في اجتماع وده الحاجة الأخيرة اللي وصلت من الكواليس أنه الاجتماع اللي كان مع خورخي ماندس كان فيه بعض الأمور اللي كانت واتكلمنا عنها الإسبوع اللي فاتها كان مهمة نوضحها برضو النهاردة لأنه هنشد منها حاجات كتير الاجتماع اللي كان موجود مع خورخي ماندس وكيل أعمال كريستيانو رونالدو مع إدارة منشستر كان في بعض الأمور أهمها أنه رونالدو كان بيبحث عن الذهاب على سبيل الإعارة لمدة سنة نشوف الكلام تجديد لمنشستر يونيتد ثم سمح لكريستيانو باللعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مع فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا اللي جاية دي هي لب الموضوع لأنه ممكن تعتقد أنت جدلاً أنه كريستيانو عايز يروح يلعب في فريق في دوري الأبطال عشان ياخد البطولة مجدداً وده شخصينا اللي أنا اعتقدته لكن التالتة دي أنه كريستيانو عايز يحافظ على المشاركة في دوري الأبطال للحفاظ على سجله كهداف تاريخي للبطولة وعلشان كده أخبار زي ارتباطه بنابولي بأتاتيكو مدريد حتى وإن كان ضعيف جداً لكن الفكرة بالنسبة لي ومش فكرة اللي أنا أكسب الفكرة أن أنا أعد عدد لجوان وأن أنا أحافظ على كوني هداف تاريخي لدوري أبطال أوروبا حلو لما ده ظهر إيه بقى أردد للأفعال أوليفر كان يتكلم من تاني على موضوع بيرني ميونيخ وقال أن احنا فكرنا كتير في موضوع استخدام كريستيانو رونالدو وأنه يكون موجود في بيرني ميونيخ لكن في النهاية اكتشفنا أن هذا الأمر لن يكون مجدي هو واحد من الأعظم اللعيبة على كوكب الأرض لكن البرتغالي لا يتناسب مع فلسفة النادي أتلاتيكو مدريد ردوا من جانبهم على مسألة ارتباطهم بكريستيانو رونالدو ورئيس النادي رد بشكل كان عنيف بعض الشيء أمريكي الساريزو وقال ما عرفش مين اللي اخترع قصة انتقار رونالدو لأتلاتيكو كان من لكن المستحيل أنه ييجي لأسباب اقتصادية وجمهور النادي حتى كان عمل ما يشبه البيان علشان النادي لا يتعاقد مع رونالدو كل دعا كريستيانو أنه على تويتر يخش في صدام ويخش ويكتب علانية أنه من المستحيل ألا يتحدثون عني يوما واحدا ألا يتحدثوا عني يوما ما وإلا فإن الصحافة لن تكسب المال هم يعلمون أنهم إذا لم يجذبوا فلم يتمكنوا من جذب انتباه الناس استمروا يوما ما ستصلكم بعض الأخبار الحقيقية ده رد كريستيانو اللي وصل متأخرا جدا بعدما الأخبار كانت كتير حوالين البايرن حوالين أتلاتيكو الرجوع الريال مدريد الارتباط بروما بنابولي بأتلاتيكو مدريد بيتشيلسي بكل الأسماء لكن في النهاية رونالدو قال أن كل ده كان أكذيب جمهور رونالدو وجمهور الكرة في مصر وجمهور مانشستر يونايتد وجمهور الكرة في أنجلترا كان ليهم رأيي في اللي حصل ده كله بين رونالدو هل كان مزنب أو لا لو كانوا في مكانه وكان مزنب أو لا تعالوا نشوف من القاهرة إلى مانشستر كيف رأى جمهور كريستيانو رونالدو ما فعلوا الدون في العام الماضية ونرغان كابل كاللين جمهور كريستيانو رونالدو كيف رأى جمهور كريستيانو رونالدو كيف رأى جمهور كريستيانو رونالدو فلانفذي أرغان كريستيانو رونالدو ادفع أعبب أن تفعل أمر تلك كيف رأى جمهور كريستيانو رونالدو أودBreستيانو بإضافة وله مشكلة ، لان يموقف إنه يبدو فعقلا فإن سأعجب هذا لأنه سوى قدره لنا لديه جزء جزء فإنه هو قدرنا حسنًا أريد أن أعجب أن ندعه في السلام لكنني أعتقد أنه في الصعام إذا سيئا إنه سيئا إذا أردت لنريد فإنه يجب أن نعيده إنه سيئا لنريد جزءه إذا فإنه ورد ورده أميك في تنهيك فإنه سيئا أعجبه لأنه شكرا لأنه سيئا والذي يجب أن يذهب. إذا كان يريد أن يبغي في المعامل لتعبير إذا كان يجب أن تبحث عن مزال أخرى إذا كان يظن يتعب في مزال الأن سيكون 36 عامًا وإذا كان يجب أن يكون يحكي وأنه يجب أن يذهب إنه جيدا وهذا هو جيدا لو كان تن هق وأنه يجب أن يكون من أحبه في هذا المكان أعتقد أنه كان لديه ج pulع للعبة في النوى سيزاني، في المرة المتحدة، كان لن يجأ من جيد لن يجأ في النوى سيزاني أعتقد أن كي هو مهم مهم للعبة المهم بعد البداية، ولكن أنه لن يجب أن يحب في المرة المتحدة ، لكن يجب عليك ذلك سيزاليا. لذا ف Hell I would like Cristiano To stay he will be very important for the team he's captain and I think he will stay Cristiano Ronaldo I think possibly it would be good for the club that he did stay even just for one more season I think Ten Hag just isn't maybe ready for another striker to come in at the سيكون سيكون في مهارة بسيارة واحدة لأنه يبعا سيكون من التعامل مهارة في أسجل يمكنك أن يكون مهارة إذا كان يكون لديه قدر اتفع لكي أرده فقط يمكنك أن تفعله ومعنى ذلك في مجدد أن يكون من ذلك في مجدد أن يكون ذاتاً في مجدد هو مجرد جميل ومجدد أن يكون مجدد لذلك يجب أن يتبع. ليس كل المتابعات المتابعة. ولكن في أجل فكرة أعتقد أنه يجب أن يتبع في المناطق. ويجب أن يتبع في المناطق والأمان. ويجب أن أرده في المناطق في المناطق. إذا أنا مكان رونالدو ياريتني مكان رونالدو. سأذهب لأسبوردينج لألعب دور أبطال. هو الهدف التاريخي لدور الأبطال. ينفع دور أبطال من غير رونالدو. والله يلقى عارة لأخطر رونالدو يلعب دور أبطال. إن دور الأبطال من غير رونالدو ما ينفعش بصراحة. أنا رأي أن رونالدو ليس محتاج يروح في رقا بتلعب شامبوز ليج وكده. هو أصلا تاريخ لوحده. فمش محتاج أصلا. مش محتاج اللي هو يروح في رقا بتلعب شامبوز ليج. أنا هو مكان هو فضل في منشستر رونالدو. فرقة دي يعني لها فضل أصلا في اللي هي بتعمل شخصية أو أسسة شخصية كريسانو رونالدو. هو بالنسبة لي أن رونالدو يلعب مع فريق بلع في دور الأبطال. ده أفضل لي. لأن ميسي بيقرب الأرقام بتاعته. فهو يحتاج أن هو يروح أعارل أي فريق بلعب في دور الأبطال. بحيث أن هو يعلق أرقامه أكتر من كده. قرر لنا روح الفريق بلعب في دور الأبطال. يعني أنا سمعت أنه كان يروح البايرن أو فريق يعني بلعب في دور الأبطال. بس الأفضل أن هو يروح أعارل. لأي فريق بلعب في دور الأبطال. هي هتبقى حاجة كويسة. لهو مثلا راح يلعب في فرقة زي سبورتنجل الشبونة اللي هو أردي بدأ فيها كورة. فبما أنه غالبا أخر موسم ليه في الكورة يعني. يبقى حاجة كويسة أنه هو يرجع يلعب للفرقة اللي اللعب ليها أول مرة. رونالدو بشكل عام لازم يلعب دور الأبطال. غالبا أخر موسم هو يلعبه. فييبقى الأحسن أن نشوفه في دور الأبطال عشان شخصيا بحبه يعني. فمسلا لو أحفرقة زي سبورتنجل الشبونة. ولعب فيها يبقى أحسن يعني. أنا كمشهج على يونيتد شايف أنه رونالدو يمشي خلاص لأنه مفيش فرقة بتطفع اللعب. مفيش فرقة كبيرة زي يونيتد بتطفع اللعب. فأنا شايف أنه يمشي عادي. هو حق الصراحة أنه يطمع بطول النواي بعد هداف التاريخي لدور الأبطال.